بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم بنات وشراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو يوم البنات جبت لكم فيديو خفيفة ضريفة تاع صالطة جي بزف بزف هيلة هات صالطة سورية اللي وسمها متبل باتنجان البنات تجي هات الوصفة بزف هيلة وفي نفس الوقت صحية وما فيهاش بزف سعرات حرارية هنا البنات اول حاجة وش عندي كي نقولوا صالطة باتنجان لم تبل باتنجان اكيد عندنا باتنجان هنا البنات انا عندي اربح بات تاع باتنجان ليكون الحجم تحم شوية كبير باك البنات خيروا نوعية تاع باتنجان ليتكون مليحة نبيكيها بالموس ونحطها تتشوة بعدما شويتها البنات حطيتها في صاشي ويعني وغطيتها مدة من بعد قشرتها نحيط لها كامل هذيك القشرة تحا وهنا البنات نجي ناخد لابلانشة دي كوبي وعندي الموس ونبقى نقطع فيها بهذا الشكل احنا البنات لازم نقطعوها في غيمونت تكون رقيقة نقطعتها في اللول بشكل طولي من بعد يعني عاوت له هكذا كي ما راكم تشوفوا هنها البنات دبخي في غنس قطعوها بالموس مشي ترحوها بالغوبو نبقى يعني هكذا نقطع فيها مليح مليح البنات سالطة هذي ننصحكم بالبزاف جربوها كي ان بلك حيستغربوا شوية في المكونات تحامي ستقوني الدوق تحاء ولا اروع مام لي ما يحبش البتنجل حيولي ياكلها لانه راح يروح كامل هذك الطعم تعل بتنجل فيها نجي بزاف هيلة وبزاف صحية سيختول يراهم يتبعوا حميا غدائية في هاد رمضان ولا غيجيم يعني قدروا ياكلوها بلا خوف كي ما نعرفو البتنجل نقدروا نقولوا تقريبا منعدم سعارة حرارية ما فيش بزاف سعارة حرارية وفيه بزاف لي فيتامين نوك البنات هناك وما راكم تشوفو يعني قطعوه تخي تخيبين يكون صغير وربيل بزاف من بعد البنات انا كملت قطعت كامل الكمية هادية اللي راكم تشوفو فيها يعني اريح هتخرج لكم كمية لبس بيها بعد ما كملت قطعتها كامل ابنات هنا عندي اه حوالي قول واربع فوصوص تاعتهم نجين كرازي هوم هكذا كما راكم تشوفو من بعد نقطحهم اه بشكل يكون رقي قبل بزاف هكذا بشكي يعني تخلينا ريحة التوم لكن ما نحسوا لهاش يعني كي تكون قطعة كبار يعني احد جيني شوية في الماكلة نو كيف كيف نقطحها كما راكم تشوفو هكذا غير صغيرة وانا تحبو تسكر في جوهات هاني كي ما حبيتوا يعني انا فضلت اني نقطحها هكذا باش نتحصل على قطع يكونوا فريمو صغار باش يعني انا صراحة ان ملادي يحبوها ميكي لو كان يصيبو فيها شوية تعتم على بلي بلي ما مش ريحين ياكلوها لي نوك على بيها قطعتها بهاد طريقة يعني البنات هنا تاني اللي خافت البتنجل تح حباتو يجي بيض ضم ليح وهما كيكو تنقطح في البتنجل سوريين يديروا لها عصرات عقارس وهوما يقطعو في البتنجل باش مجيلاكول يقطعو فريمو بيضا هنا هنا البنات هو الليمون يعني يزيتو مع الاخر هنا وش عندي البنات عندي دوبو تعييه وختناتجوغ يعني اقول لكم بالك هات السلطة كيف زافية راح يستغربوا منها ولا تقدروا لي اختناتجوغ البنات تعودوه بالرأيب الى عندكم نوك انا درت هنا يا دوبو تعييه وختناتجوغ عندي هنا البنات طاحينة 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 البنات انا صراحة خدمتها في الدار هي عبارة على جلجلان مرحي انا البنات حمصتو وغسلتو بيانسوغ ونشفتو من بعد حمصتو شوية في المقلة ماشي بزاف يعني جوستي ينشفلي شوية ياخدت حمارة خفي فابرك من بعد يعني درتو في الربو ولا تقدروا تطحنوه بالبغام يكسر حتى تتحصلوا على هاد القاوام ملاشتو يعني الجلجلان تعكم محبش يوليكم هكذا لي كيد تقدروا تزيدولو واحد زوج مغارف تع الزيت وهنا البنات انا نضيف فيه للبات انجل تعيي انا هنا درت ربع مغارف تعقه وحلي بكي ما راكم تشوفو تعطى حينة انا نضيف فيها ودرت رشة تع الملح وهنايا عندي عصير تع حبة قارص يعني تقدروا تروحو حتى لزوج حبات ونبقى نخلط في هاد المكونات كي ما قلت لكم درت بات انجل توم دوبو تعيييو اخت ناطيوغ ودرت ربع مغارف تع طاحينة اللي هي سمسم مطحون ودرت عصير تع حبة ولتنين ليمون يعني انتم على حسب الدوق اللي تفضله ونبقى نحرك فيهم هكذا كي ما راكم تشوفو هكما رايحين تتحصلو على اروع سلطات سيختوه في الصيف تجيب زف خفيفة ومنعيشة والدوق يعني هادك تعليها وخطنات شوق وتع الطاحينة اللي درناها حي يعطي لها دوق بزف بزف هاي يعني ننصحكم تجربوها يعني انا من افضل سلطات عندي لنفضلها هي هاد السلطات تع البات انجل هاي بنا تشوف يعني تخرج كمية لبس بها الله يبارك ما شاء الله مع اني يعني درت غير رب حبات برك تعبات انجل هاي بنات نجي ندريسي الى صالات تعي هنا في الفلسية كي ما راكم تشوفو هاي بنات نخليكم تشوفو طريقة التزيين ونعود نوليكم هاي بنات نروح بمغير فاتح قهوة كي ما راكم تشوفو ونجي ندير هاد الشكل كي ما راكم تشوفو هكذا باش يعني في هادك الفارغ راني رايح ندير زيت الزيتون يعني كي ما شتوو في الاول ما درت لهاش يعني درت لها في الاخير برك وهنا البنات عندي اه عكري اه يعني فضلت نزين به هكذا من فوق باش نكاسب شوية هاديك اللاكولوغ تعال بتنجل دك هنا عندي عكري اولا بابخيكا جيت رشيتها كامل هكذا من فوق وهنا يا عندي اه وريقة تعال المعدنوس اللي جيت حطيتهم هكذا في لكوتي هكذا باش نزين اه سلطة تعي ونعطي لها يعني شوية تعروح شوية لكولوغ مش ممدلاري كيشوفو فيها لكولوغ هكذا هم رايحين يكلوها وهنا البنات جيت درت اه زيت زيتون من فوق كي ما راكم تشوفو نارا اهنا اه عمرت كامل هادوك الفارغات اللي كون درتهم بالمغير فا مقبل كي مشتو وهنا يا اه جيت نزينها عندي حبيبة عندي الحمرة وعندي هاد صفرة جيت ان ديكوري بها السلطة تعي هنا تقدروا يعني تديروا طماطي شعني عادية تعنا ولا اه تقدروا تستغنوا عليها تماما دوك ندرتها هكذا من فوق برق باش نعطي لها الروح برق لها ديك شلادة يعني ما تبقاش هكا كفاد كي ما نقولو جو فيها شوية راكولة وطاطينا لنفي باش ناكلها يعني هات سلطة البنات اه سيختي اللي راهي تبع الرجيم يعني نسحكم بزاف بها ما فيهاش بزاف ليكالوغي وم بلوس حاجة اه صحية وتاني حاجة يعني على بل ما تكرهوش منها لا لا البنات كانت هادي هي الاصفة تعنها اليوم اهنا اه وهنا يا عندي حبيبة زيتون نجل حطهم من فوق اهنا عندي اه زيتون هادك المر عندي شوية زيتون كاسي درتهم من فوق يعني اهنا البنات اه زيتون اه اه اختيار يعني تحبو ما تحبو ما تديروش نعلا ذكرنا البنات نكمل ديكوريها هكذا كامل ونشوفوها في طبق تقديم نعلا البنات كانت هادي هي وصفة تعام تب البتنجال يعني سلطة صحية بامتياز كما قدكم خاصة اصحاب الرجيم تمنى ان شاء الله تكون عجبتكم اهنا البنات مبقى ليغين قولكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم مجددا